شهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بدعم ومساندة جلالة الملك المعظم للمسيرة التعليمية والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي وأكد وزير التربية والتعليم أنه ومنذ صدور القانون رقم ثلاثة لسنة 2005 بشأن التعليم العالي فقد قامت الجهات المختصة باتخاذ العديد من الإجراءات استنادا إلى القرارات واللوائح التي تم إعدادها بهدف الارتقاء بالمخرجات التعليمية جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي حيث قدمت الدكتورة الشيخ رانة بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء خلال الاجتماع عرضا عن المذكرات التي رفحتها الأمانة العامة بعد أن تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس وقد اتخذ المجلس عدد من القرارات منها دليل استرشادي لاتفاقيات التعاون الأكاديمي وموافقة مبدئية على استحداث ثلاث كليات بالجامعة الأوروبية إضافة إلى الإطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون بين كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كما ناقش المجلس عدد من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية واستضافة برامج أخرى بالإضافة إلى عدد من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي الموافقة على مذكرات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية كما وافق على الموازنات السنوية والحسابات الختامية المدققة لعدد من مؤسسات التعليم العالي إن المسيرة التعليمية بمختلف مراحلها تشهى تطورا كبيرا وبهذه المناسبة يشرفني أن أشيد بالدعم والمساندة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه منذ صدور قانون التعليم العالي رقم ثلاثة في عام 2005 بدلت وزارة التربية والتعليم جهود كبيرة من خلال مجلس التعليم العالي أو منجلس المناء التعليم العالي والأمانة العامة أيضا تابعت كل هذه الأمور بهدف إصدار لوائح تنظم العمل في مساة التعليم العالي سواء على الجانب الأكاديمي الجانب التنظيمي الجانب الإداري الجانب المالي واليوم ولله الحمد نحن نجني ثمار وأهداف هذه اللوائح من خلال تطور الذي شهده قطاع التعليم العالي وأصبح يستقض بالعديد من الجامعات ذات السمعة العالية الخارجية وكذلك أيضا طرح برامج تتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين لذلك اليوم وافق المجلس على طلب الجامعة الأوروبية باستحداث ثلاث كليات إضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية المتطورة في الجامعات الأخرى تم منقشة أيضا الدليل الاسترجادي الذي ينظم ويؤثر العلاقة بين المساة التعليم العالي في مملكة البحرين والجامعات الخارجية ترجمة نانسي قنقر